البرهان لدينا فيديوهات موثقة تثبت تورط المدعو يوسف عزت وشروعه في التسجيل 8 بيانات للإزاعة و 5 بيانات للتلفزيون لإعلان الاستيلاء على السلطة وقريبا سيتم تمليكها للرأي العام البرهان سنقاتل مليشيا الدعم السريع الارهابية للنهاية حتى لو بقي آخر جند في القوات المسلحة طيب أمي سنكون تدارة أقول لكم في المرحلة القادمة حيحصل انجلاب إعلامي يعني الجيش بعد ذا حيبدأ يتحرك في مسألة الإعلام الحجة عند العالم خادعين بها الدعام الناس بيقولوا انه القوات المسلحة هي من بدأت الحرب والترتيب الزمني للانجلاب دا بدأ من يوم سبعة من الدعم السريع مشا حاصر مروي في ذاكرة السفيها الحمدابي وادمروي البلغ عن الأول مجموعة مستنفرة والوقت داك الدعم السريع ما تمرد في ذاكرته انه مروي دي الدعم السريع ما حاصر مطارة ولا حاصر المواطنين ولا استباحة ولا تمرد لحد يوم 12 القوات المسلحة بتقول للدعم السريع رجع سكناتك والحرب دي قامت يوم 15 يعني بعد داك طلعوا لين بيان يوم 12 الناطق الرسمي قال بيان تمرد الدعم السريع وتحركت بدون توجيهات دا كل الحرية التغيير مجاوزة والبرهان قال لكم عندنا 15 طيب اتنين 13 فيديو بتثبت تورط الدعم السريع في الانجلاب الكلام دا قال لك حنملك للراية العام في الايام القادمة انا حسي حشرح عليكم في معيد في التلفزيون طلع من الخرطوم شخصية معروفة اعلامية عملوا معاو اللقاء الناس اللي هو قد داك يستمسخروا في كلامه او ما صدقه فقال يا اخي جابوني ناس الدعم السريع عشان اعمله هنا البث المباشر اللقاء دا موجود في التلفزيون وحكى القصة دي ذاته وانه يوسف عزت معاو قواد عسكرية دخلوا بتلفزيون وحاولوا يبثوا البيانات دي البرهان قال عندهم تمانية بيانات مسجلة في التلفزيون وخمسة في الإزاعة بعد داك مشوا إزاعتهم درمان عشان يعملوا البيان بتاع الاستلاع على السلطة والبيانات دي بشرحوا فيها انهم الموضوع دا خططوا فيه لبتين وعملوا كده ربنا سبحانه وتعالى لي خير وتقدير البيانات دي ما ظهرت فوقتها يعني البيانات دي الدعم السريع غير مساره لما لقى الخطة الاعلامي بتاع قاعدة انه يحمل المسئولية للجيش وانه الجيش هو البدل حريب وانه دي للكيزان مشوا في الموضوع دا لكن الكلام اللي قال في البيانات حق العزة الماهري ما كده كلام دا البيانات البرهان ذكر اسم عزة الماهري شخصيا يعني الموضوع دا بيقى مثبت الموضوع دا بيقى مؤكد الموضوع دا بيقى مدان الموضوع دا بيقى ثابت الموضوع دا ما في أي نغش موضوع دا ما في أي نغش موضوع دا خلاص انتهى يوسف عزة تتكلم وفضح المخطط بتاع الانجلاب وتمر دا الدعم السريع يوزف عزة فضحك البرهان قال عندنا عليهم تسجيلات تسجيلات دي قال فيه تمانية فيديوهات دي عملت في التلفزيون بتوثغ لحظة دخول عزة الماهر والكلام القال والترتيبات القالة والسيطرة على الولاد في التمانية لما نحاولوا يبثوا الحاجة دي لقوا انه اجهزة تلبسة المباشرة واقفة ماسك الموضوع دمنه الموزيع او المعدل او المدير الفلان الفلاني مشو اختطفوا من بيته جابه قال لهم انا ما بشغلوا ليكم الزلده قبل كده قال انه هو دفع له قروش مبلغ كبير جدا يعني مية مليار عشان يعمل البس الرفض الزلده رفض بالمناسبة الفيديوهات دي حتثبيته حتشوفوها انه هو مصور بتكلمه معه جنودة الدعم السريع وبتكلم معه عزة الماهر وهو بيرفض الحاجة دي الكاميرات بتحت الازاعة والتلفزيون في المداخل وفي الصالة وفي كده في حاجات بتوصل في حتات تانية وهو دي ما اجهزة بتاع الدولة يعني فالموضوع ده موسق ومثبت في حتة تانية في توسيق تاني في الكاميرات دي ذاته البيانات اللي قال له يوسف عزة قاموا قالوا له خلاص ات بدل تعملينا بس مباشر ويوسف عزة لما نزلده قفاله معه نقليه ما بعمله ورفض ما دارين يخسروه ما كتله ما دارين يخسروه ممكن يغير رايه بعد بكرة ممكن يغير رايه بعد يومين يفتح له نجهزة البس لانه هو ده المتخصص فيها اللي بيقدر يعمل البس المباشر فضام يوسف عزة قال ما نضيع الزمن عمل ليه بروفة عليك لتسجيل البيان بتاع السلاء على السلطة جهز البيان عملوا البروفة رغم واحد والبروفة رغم اثنين والبروفة رغم ثلاثة والبروفة رغم اربعة والبروفة رغم خمسة وستة وسبعة وتمانية مشى الازاعة عمل البروفات دي الازاعة البس المباشر واقف فقام قام سجل في الازاعة سجلهم خمسة مرات الكلام ده أي يزول داعم للمليشة دي وأي يزول بيفتكر أنه والله الحرب دي بدأها الجيش وأي يزول بيقول والله القوات المسلحة دي الفلول وأي يزول بيقول الشعب السوداني دي الإسلاميين ومن حد الدعم السريع استبيح بيوتهم البيانات دي هتعمل قلب إعلامية وحتتوقع المليشة وأنصار المليشة في كارثة الكلام اللي قاله برهان ده ما لمنه يده ده الكلام ده هيغير الموازنة بعد ذلك دار يكفر بالشعب السوداني در يكفر بالحق. در يكفر بالقوات المسلحة. الدر يمشي في الخضة اللي مش بعدها. احنا ما عندنا حاجة. أهم حاجة أن دارو نبيه كلها إنه الخض بتاع الحق ده يا أخواننا وطريق الحق الله سبحانه وتعالى اللي بتي لعجعله فيه إنه ناسه ما كتار. الحق ناسه ما كتار. يعني الليلة في ناس قلبت والليلة في ناس غيرت اتجاهها احنا ما فارق معنا. الليلة في ناسي يا صرف والله عاملين عليك حملة إعلامية. كم يعني؟ خمسة الف عشر الف مية الف مليون اتنين مليون خمسة واربعين مليون وتسعمية وسبعين والله ولية حاجة احنا الدربة اللي احنا فيه ده حينتصر والحد ده لانه القيادة العليا هو الله عز وجل وإحنا ممتسلين لأوامر الله عز وجل وماشيين فيه حينتصر الحد موضوع ده منتهي نحضر الانتصار ما نحضر ده موضوع تاني لكن حجة ومنطق تاني ما عنده كون حجة الناس اللي بيقول انه والله يا اخي بدلت المعركة دي بالكيزان والفلول الكلام البروج شف شف الملك الكلام البروج شف السفية الحمدابي الكلام البروج شف خليفة دنقر اعلامكم الكلام البروج شف حنان حسن الليلة البرهان من الضيق والقرف فكليكن الجوكر قال لكم بعد يومين او حمليك للرأي العام انا حقول لكم بعد يومين حتتملكوا الفيديوهات دي الفيديوهات دي حته بس في حتات مختلفة من اتجاهات مختلفة لا صبح الصرف وتكفيله لا تفتحه. الفيديوهات دي هتطلع بعد يومين. يومين بس. حتشوف الفيديوهات دي. حتضرب اي حجة. بعد ده انت تشوف بعد ده تفهمينه المليشي دي كان تخطيطه شنو. اتكشفوا وتفضحوا بلسانهم وبكلامهم. والله العظيم. والله هتعمل كارثة. كارثة. الفيديوهات دي. هتثبت منه اللي تورطوا اسماء الناس وشيلوا شهلتكم. طيب نجي بعد داقل الحتة بتاعة ضغط القوات المسلحة. او نتكلم انه الجيش يتحرك وما يتحرك. خيوط المؤامرة على شاشة تلفزيون السودانة. تتبعاً لمسارات ارقلاب مليشي التجل الارهابية. وحربها على اهل السودان. السبت الثامن من يونيو عشرين اربعة وعشرين. الساعة العاشرة مساء. خيوط المؤامرة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.